وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لبنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق التعاون الثنائي وأنا بشكر فخامة الرئيس أيضا على المباحثات الثنائية ومناسبة مرور مئة سنة هذه الزيارة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر وبشكر أيضا على الإرادة الحقيقية التي عكستها المباحثات التي تمت بنا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وده أثناء المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية الاقتصادية ثقافية الصناعية الزراعية وده أمر يمكن حيكون خلال زيارة إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهتلي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي حيعقد هناك وحتبا فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضا جي توينتي إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات موضوعات التعاون والأهداف اللي حيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين اشتركوا في القناة